مشاهدين مساء الخير موجدداً الجواء كانت تربيعياً معتدل النهار هذا اليوم ستت في مختلف ومعظم مناطق المملكة لكنها كانت طبعاً حارة نسبين إلى حارة في مناطق الأغوار البحر الميت إضافة إلى خليج العقبة سور الأخمار الاصطاعين نبدأ بها طبعاً نلاحظ خلوة من تواجد السحب نهار هذا اليوم لكن طبعاً الليل الماضي كان هناك كميات كبيرة من السحب الركامية الرعدية سبب توطول بعض الزخات المحلي من الأمطار تحركت هذه السحب صباحاً باتجاه مناطق الشمالية باتجاه الأراضي السورية ومتعدة عن أراضي المملكة بالنسبة طبعاً للأجواء الحياة في العاصمة عمان خفضة درجات الحرارة أصبحت 22 درجة مئوية أجواء هي غالباً صافية في أغلب مناطق العاصمة عمان مع ظهور بعض السحب المتفرقة الرطوبة النسبية 46% الرياحية شمالية غربية وهي معتدة الصرحة حقيقة في أغلب مناطق العاصمة عمان أجواء خلال الأيام القادمة هذه تتراجع درجات الحرارة إلى حوالي 14 درجة مئوية درجة حرارة الصغرى الأجواء تكون بوجه عام صافية لطيفة بوجه عام نهار يوم أغداً توقع أن ترتفع درجة حرارة إلى 28 درجة مئوية تسود مملكة أجواء ربعية معتدلة وتكون غالباً مشبسة في مختلف أماطق الصغرى 14 درجة مئوية نهار يوم سببت ارتفاع آخر درجات الحرارة تصل إلى حدود 29 درجة مئوية تميل الأجواء قليلاً لنهار يوم سببت الحرارة في بعض المناطق خلال ساعات الظهيرة ترخفت الصغرى إلى 17 درجة مئوية في حين تتراجع درجات الحرارة لنهار إلى 25 درجة مئوية خلال ساعات النهار كحد أقصى الأجواء تبقى مشمسة كما نراحظ والصغرى 12 درجة مئوية نرجع نحكي عن أجواء من عمكة خلال 24 ساعة القادمة ولكن بتفصيل أكثر هذه ليلة تسود مملكة أجواء صافية رطيفة في أغلب المناطق ربما تكون حتى باردة نسبياً في ساعة ما بعد منتصف الليل في مناطق السهول الشرقية الرياح تكون شمالية غربية لكنها خفيفة إلى معدلة السرعة نهار يوم غداً يتوقع أن تكون الأجواء بوجن عام ربعية معدلة في أغلب مناطق المملكة درجات الحرارة حول معدلاتها مثل ذلك الوقت العام تسود المملكة أيضاً أجواء غالباً مشمسة كما نراحظ في أغلب المناطق وتكون حارة نسبياً إلى حارة في مناطق الأغوار البحر الميت إضافة إلى خليج العقبة الرياح نهار يوم غداً تكون شمالية غربية هذه الرياح ستنشط بعض الظهر ومع ساعات العصر وتصبح مثيراً للغبار في المناطق الصحراوية من المناطق الجنوبية إضافة إلى المناطق الشرقية نرى درجات الحرارة لهذه ليلة والعظمى غداً نبدأها من خليج العقبة من الجنوب 21 درجة مئوية الصغرى العظمى غداً 35 درجة مئوية نهار يوم غداً في وادي رم 31 الصغرى ليلة 12 درجة مئوية 10 إلى 28 في معان رأس النقب من 7 إلى 24 درجة مئوية الشوبك 7 إلى 24 درجة مئوية 8 إلى 23 في الرشادية وفي منطقة الطفيلة من 11 إلى 25 درجة مئوية 21 إلى 35 درجة مئوية في غور الصف في أجواء نوعاً ما حرى خلال ساعات الظهيرة الكارك من 13 إلى 27 أيضاً أجواء ربيعية معتدلة في وادي موجب هدللة 20 غداً 33 درجة مئوية البحر الميت من 22 إلى 34 درجة مئوية في مادة هدللة درجة مئوية 13 غداً 27 درجة مئوية مطار ملك على دولة 10 درجات نلاحظ درجات حرارة في ساعة الليلة نوع ما باردة في المناطق السورة الشرقية غدا العظمى 29 درجة موية والأجواء مشمسة مرج الحمام من 13 إلى 26 درجة موية سويلة هذه ليلة درجة حرارة 12 غدا 25 الفحص من 14 إلى 27 درجة موية لدينا أصلت 15 إلى 27 في عجلون مدينة عجلون تحت ليلة درجة حرارة هذه ليلة 13 غدا 27 درجة موية نلاحظ بعض الصحب على ارتفاعات مختلفة قد تظهر في المناطق الشمالية من المملكة رأس مويف 11 إلى 24 درجة موية نكمل إلى إربط هذه ليلة 13 غدا 28 درجة موية أيضا أجواء بوجن عام غالبا مشمسة مع ظهور بعض الصحب جرش هذه ليلة 14 غدا 29 درجة موية هذه ليلة في العاصمة عمان عمان الغربية 13 غدا 26 درجة موية عمان الشرقية 14 إلى 28 أزرقاء من 14 إلى 30 درجة موية ربما تكون شوية أجواء مائلة الحرارة في الزرقاء خلال ساعات الظاهرة غدا والمفرق من 12 إلى 28 درجة موية ننتقي إلى المناطق الشرقية نبدأها من مدينة الرويشد هذه ليلة 13 غدا 34 أجواء نوعا حارة أيضا مغبرة في المناطق الشرقية كذلك الأمر في الصفاوي من 15 إلى 32 درجة موية مدينة الأزرق هذه لدرجة حرارة الصغرى فيها 14 غدا 31 درجة موية أيضا استمرار الأجواء المغبرة ننهي بمدينة الجفر هذه ليلة 11 درجة موية العظمى غدا 33 والأجواء مشمسة بوجه عام طبعا دائما نقول والله تعالى أعلم في نهاية هذه النشرة يحذر رخب السائقيين خاصة على الطرق الصحراوية طرق المؤدي إلى الحدود العراقية والسعودية من خضر طبعا تدني مدر الأفقية الناتج عن الغبار والأتربة المثارة بفعل الرياح ليلة سعيدة أتمنىها لكم جميعا ألتقي معكم غدا صباحا عبر برنامج حلوية الدنيا إلى اللقاء اشتركوا في القناة